موسيقى اللي هتلطل معنا طول فترة البرنامج مثل لديتنا الشهيرة النهاردة بنوجهها لطلاب السماء العامة الرسالة ديت لازم ناخدها في بالك وحسبهاك طول ما انتعايش الرسالة رسالتي الشهيرة لكل طالب محبط مش مأز يائس اتعب اصبر واكتهد هتحقق ولكل طالب ايجابي متفائل ناجح اصبر اسعى ارضى هتوصل 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 وإحنا وصلنا النهاردة الشكر برضو ان هي حلقة تخص الطلاب فالنهاردة الشكر على وجه اعام بالطلاب النهاردة عندنا نمزج مشرفة من الطلبة ايجابية الناس اللي من سن بالاخص الفئة السنوية سنة قولة وتانية سنوي وتالتة عدد دي كمان مجموعة هنبدأ الاول حكاية من الاول خالص مع بعضيها كان في مجموعة طلاب طلاب جمعيين بدأت فكرة بسطة جدا كده عندهم ان يعملوا حاجة تنفحهم بس تنفعهمش في الدنيا تنفهم حتى ثانيا خالص في الاخرة الشباب دول اجتمعوا على هدف واحد بس هو الخير الخير واني يكون كنز بس مش كنز من الاموال كنز من الحسنات الشباب دول هم شاب الخير شاب الخير مجموعة طلابية بدأت من جمع طبعا كان مركزها جمعة حلوان طبعا الطلاب دول كانوا من جمعات مختلفة منهم فئات مختلفة مهندسين وتكاترة ومحاسبين كل فئات كلهم اجتمعوا على هدف الخير طبعا أذكر بالذكر بالأخص الأخص الناس القائمين العزين مجموعة هم أول واحد هو مصطفى الطيب هو محاسب تاني واحد البشمهندس إبراهيم رجب هو مهندس تالت واحد الكمبيوتر بيو جرامر عبد الحميد رابع واحد مدرسة علم الشرعية والدينية جامعة الظهر هو بلال رقم أربعة هو أحمد جمعة المجموعة دول اجتمعوا إن هم يعملوا فريشة بالخير الفريد ده بدأ من 2015 فيما بدأ أصلا من 2014 بسيما سجلوا رسمية 2015 تبعي الجامعة أنا قصتي بدأت معاهم من 2016 أول ما دخلت الجامعة بقت معاهم شتركنا بعض كنت متحمد جدا لكل إفنت بنروح مع بعضنا سوا وإن يكون الإفنت دوت في اتجاه الخير وإن أنا لقيت إخوات كبار يوجهوني صح ويوجهوني في طريق الطريق ده أخره دايما بيكون طعمه حلو هو طريق الخير طبعا الحمد لله فضل الله كان مننا معاهم الطريق لحد ما كنا نتخرج من الجامعة كل واحد فينا سلك الطريق شغله بس لحد دلوقتي مجتمعين على هدف الخير وكمان إن كل واحد فينا في مجاله حاول يصنع مجموعة تتضمي لنا مجموعة ديت أنا بالأخص عشان مدرس فاحتاجي كتير جدا بالطلاب فحبيت إن أكون مجموعة بتكون مجموعة من الطلاب يجمعهم برضو هدف واحد عشان يكمل اسم شاهب الخير المجموعة دي تميزة الفترة فاتت بعمل خيرية فوق الوصف المجموعة دي بشكرها من هنا هذكر أسمعهم سريعا وبعد كده هنروح ننتقل وشوف لهم فيديو الأسماء دول بيتم الأكبر سنة أحمد محمد الأنور تلت سنوي معانا محمود تلت سنوي معانا شهد أحمد فوزي تانية سنوي معانا شهد عزام أولى سنوي معانا شروق خالد دي تلت عدادي معانا حليم عصام تلت عدادي معانا كريم أحمد أولى عدادي معانا سلسبيل عزام تانية عدادي معانا أصغر عضوة شباب الخير هي روح قلبي من جوة ريم عزام نطلع فاصل مع بعضينا وفاصل ده هو فيديو يورينا الفعاليات اللي قاموا بيها الشاب الحلوين دول شاب الخير طول فتر الفيديو أسفكم على الفيديو استمتعوا بي طبعا سمتعنا جدا بالفيديو نرجع بقى كده لحلقة النهارات الأساسية هدفة الأساسي هي مراجعة لطلاب الصف الثاني السنوي طبعا المراجعة بسطة جدا مقارنة بالمنهج المنقرر بيكو فمع بعضينا كده إن شاء الله بإذن الله هنحاول نرجع المنهج بشكل عام تمام؟ وإن شاء الله بإذن الله هستنى أسئلكو على الصفحة الرسمية صفحة للصوص محمد حازم لو حد هو بيراجع لا نفسه محتاج سؤال حاجة ده كده بإضافة لمراجعة الحلقة إن شاء الله نبدأ مع بعضينا ببساطة نتكلم بشكل عام عن المنهج كده نحن عندنا المفروض إن في كل الخاصائص اللي بندور حوالينها في المنهج بتاعنا الترمي دوت كان عندنا حاجة اسمها المواقع خدناها الترمي الأول وخدنا إن في حاجة اسمها مواقع ساكنة ومواقع متحركة وخدنا خواص المواقع المتحركة في الترمي الأولاني الصرايان والأطراب ولا بلا 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 بس الترمي التاني بناخد خواص المواقع الساكنة طب خواص المواقع الساكنة دوت بشوف لو مائع ساكنة أصلا يعني إيه كلمة مائع؟ مائع دوت مادة بتكون مقربة جداً للمادة السائلة ليها خصائص طيب مادة قدية بتأثر اه طعم بتأثر بتأثر بحاجة كتير جدا طيب اول حاجة كده نفتكر مع بعضينا هي المادة اصلا بشكل عام ايه اللي بيميز المادة اهم ما يميز اي مادة عشان اقول لهم دي مادة ان يكون ليها حاجتين مهمين اوي ليها كتلة وليها حجم لو في اي مادة ملهاش كتلة وملهاش حجم يبقى دي مش مادة شيء تاني غير المادة بيتصنف اي تصنف شيء تاني غير المادة طيب طيب السائل اه طبعا السائل طبعا بيشغل حاجة من الفراغ فيعتبر ان ليها حاج وليه كتلة معينة بعدك انا مردش اقول كلمة وزن ان فيه فرق من الوزن والكتلة هنستطرقه مع بعضينا ان شاء الله في المراجعة طيب يبقى انا كده خصائص النمائع دوات مادة ان ليها كتلة وحاجم ابدأ ادرس الخصائص من اول هنا قال لي خصائص الموائع الساكنة اهم ما يميزها حاجة اسمها الكسافة ايه الكسافة دي انا عايز افهم يعني ايه الكسافة الكسافة دي تعريفيا وهنشرح التعريف ده واحدة واحدة هي كتلة واحدة للحجوم من المادة واخد في بالك كده كتلة واحدة للحجوم من المادة لو ااخد بالك ان فيك 300 مشتراكين جدا هنا الكتلة والحجمة هم المشتراكين عندنا يبقى نفس اللي هنفل اول خالص عشان كده ابقى اعتبرها مادة واهم ما يميزها حاجة اسمها الكسافة طيب طب ايه اللي بروح بين الكسافة ايه قانون الكسافة او ايه القانون الرياضي او العلاقات الرياضية اللي بتربطنا بين الكسافة والكتلة والحجم الكسافة من التعريف كتلة واحدة الحجوم من المادة فالكسافة بتساوي الكتلة م دي تعبيرا عن الكتلة والفوليوم دا تعبيرا عن مين عن الحجم تمام جدا كده طيب اي قانون لازم يكون ليه رسم بياني وليه علاقة رياضية وليميل طبعا احنا خدنا بعضينا ان اي رسم بياني او اي قانون لازم يكون لدي المحتوى الدي طيب الرسم بياني هنا من العلاقات اول حاجة العلاقة ما بين البي والفوليوم لو انت اخذ بالك الرسم بتكون كده او صعب بعض الاحيان بتجي لك كده جيت سمع علاقة عكسية طب عارف مين مصر العاقة العكسية ما الترضية قال لي سهل و بسيطة لو انت عندي قانون زي كده الحاجات اللي موجودة هاعتبر ان ده على واحد لو العلاقة بين الاتنين اللي في البسط يبقى علاقة ترضية طب واحدة في البسط و واحدة في المقام عكسية عشان هنا الكسافة في البسط والفوليوم هنا في المقام رياضيا بينهم علاقة ايه عكسية عشان كده رسمة العلاقة بعض الشكل طيب جميل جدا بس تركيز خلي بالي بس ان العلاقة دي نقصة حاجة بس بس بسيطة مفروض يقى فيه هنا واحد على فوليوم انا كنت مستاني حد يلمحها كده ويقول تمام طيب يا مستر ليه واحد على فوليوم لانك لم تجدوا دي العلاقة بتقولي علاقة بين الكسافة وبين الواحد على فوليوم لان احنا قلنا حاجة في البسط و حاجة فيه هنا في المقام صح جدا كده طيب قال لي تاني حاجة بتقول مني في الرسم حاجة مهمة جدا اسمها الميل ايه الميل ده بقى قال لي الميل ده حضرتك انا خدتوا باكتر من شكل فرق الصوت على فرق السينات صوت 2 صوت 1 على صوت 2 صوت 1 أو عندك في الفيزيا أو بلغة الفيزيا اللي خدناها في قولها سنوي دلتا وي على دلتا اكس حلو مين على محور وي الرو صح جدا كده مين على محور اكس واحد على فوليوم صح جدا كده في حاجة بتقولي في الرياضة مقام المقام بسط بزبطها كده بربع عليك طيب يبقى انا كده قدر قولي ان الميل بيساوي رو في فوليوم بيسأني سؤال مهم جدا يقولي ما يساويه الميل ايه اللي بيساويه الميل من الحاجة ديت معنى كلمة ما يساويه الميل يعني بعد ما طلع الرو والفوليوم من القانون رو في فوليوم بيبقى مين الكتلة صح جدا كده طيب تاني حاجة عندنا العلاقة ما بين الرو وبين الام طبعا الاتنين في البسط فطبيع علاقة ايه طردية صح جدا كده طيب تعال نشوف ايه الميل وايه ما يساويه الميل الميل الرو وهنا الام طيب من القوانة لما اجيب الام هنا اللي بقى عندي واحد على ايه على فوليوم من اللي بقى هنا واحد على فوليوم طيب سريعا برضو كده انا ممكن الميل ما جيبه لكش من ناحية رسمة ممكن اجيبه لك من ناحية الارقام طيب لو عملني امصر الرسمة داي كده ومديني مثلا هنا رو وهنا مثلا واحد على فوليوم جامل جدا كده ومديني ارقام وبيقول لحضراتك احسب الكتلة يا مصدر اعلقت الكتلة برسم البياني ما انت لو كنت تمركز معي هنا شوية حضراتك كنا بنقول ان الميل بيساوي رو في فوليوم عن طريق اعلقة رضي لها مقام بسط فهيديني مين الكتلة حلوة او يا مصدر يعني انا لو جبت الميل اكني جبت مين اكني جبت الكتلة طب اجيبي الميل ازاي ازاي جيبي الميل حضراتك فت في الرياضة مدى الرياضيات ان انا باخد دقطتين نقطة بسميها واحد ونقطة بسميها اتنين وبجيب لي دي حاجة اسمها وي اتنين اللي هو انا بسقط بالمصدر كده على محور واي اللي هو محور الكسافة وعشان اسمها اتنين فجيبت وي اتنين وهنزع على محور اكس اللي هو محور السينات بتبقى اسمها دي اكس ايه اكس اتنين جميل جدا اروح عند النقطة واحد امشي بالمصدر بتاعتي ما تديني وي ايه وي واحد طب ونزل من هنا لحد ما تديني اكس ايه اكس واحد وراح اجب لي من بشكل طبيعي جدا جدا القانون بتاعي بتاع الميل اللي انت اخدته اللي هو وي اتنين نايز وي واحد على اكس اتنين نايز اكس واحد نايز بس اعاوض عندي الو اي اتنين باي سين بقى رقم مثلا خمسة والعشرة ولكنها تفرق اتنا حتى مثلا خمسة نايز الو واحد مثلا بتلاتة الكتلة بيبقى ناقص لي بس حتة وسطة جدا كده لازم اكون اعارفها وحدة القياس انا طلعت الميل وطلعت الكتلة بس لازم اكون اعارف وحدة القياس ايه طيب متعلم بعضينا كده انا اخد وحدة القياس كل حاجة من دول اول حاجة الكتلة وحدة القياس هالايه الكيلو جرام حد هقول لي يا مصر او ممكن الجرام او ممكن الملي جرام اينفع بس الكلام ده هناخده بعد كده ان شاء الله في المسائل واحنا بنحل طيب بس الوحدة الاسائلة ايه الكيلو جرام اللي ما تمت بيها تبقى عن النظام الدولي للوحدات طيب الحجم الحجم بتقسبل ايه بالمتر ايه مكعب اللي ما رأي عليك طيب المتر مربع ده ايه لا ده المسائح طيب من هنا بقى اقدر استنتج واحدة الكسافة اه يبقى الكسافة وحدتها كيلو جرام على متر ايه مكعب او سعبة الكتب كيلو جرام في مينس 3 تبقى جدا كده عشان رفعت من المقام للبسط فغيرت اشارك ايه القص طيب لحد هنا في مشكلة طيب مستر هنا المسائل ممكن تيجي صعبة ايه ما طبيعي مسائلة ممكن تيجي صعبة هنا في حاجة التكايل اللي ممكن تيجي هنا انا كواحد بتعامل عن نظام الجديد وعايز اسئلة عالية شوية مستوى الفهم فان الفهم دوت بيعتمد على انت بتعمل عملية استرجاع لمعلوماتك الصبقة وربطها ببعض زي ايه انا ممكن ما ندكش الحجم بصورة مباشرة ممكن اديك ولياكم مسلا يقولك ان السائل ده على شكل مسلا كرة ايه ده كرة يبقى انا محتاجك ونعارف حجم الايه حجم الكرة طيب حجم الكرة ايه 4 على 3 با ينق ايه تكعي او ممكن اقولك ان السائل ده عبارة عن مربع سوري مكعب طيب مثل انت ليه ما قلتش مربع طيب ما قلتش مربع ليه ده نحواتك اصلا الحجم ده حاجة بتميز بتميز الاكسام سلسيه البعد عندنا نوعين من الاكسام اكسام سلسيه البعد واكسام سلسيه البعد سلسيه البعد زي مربع المستطيل المسلس طيب سلسيه البعد يعني ايه يعني سلسيه دياليكشن ثلاثة اتجاهات زي مربع المقابل لي مكعب المسطيل مقابل للمسطيل المسطيلات في الأجسام سلوسية البعد المسلس مقابل الهرم تمام؟ طيب عشان كده أنا قلت لها كناء مكعب حجم المكعب إيه؟ نفتكره مع بعضينا إلا تكعيم إيه ده؟ يعني أنا لازم أذاكر الحجم بتاع كل شكل هندسي طبعا لازم تكون مطالب بكلها طبعا هنعمل لكم ملخص بالكناء ده كله هينزل لكم مع الحلقة صور تمام جدا كده إن شاء الله بإذن الله طيب طب بالنسبة للمسطيل الحجم التي قلت لها ممكن نلعب معايا في إيه؟ طب بالنسبة للكتلة ممكن نلعب معايا في إيه؟ ممكن ماتاش الكتلة واحدة مباشرة ممكن يديك الكتلة بالجرام أو بالملي جرام أو بالطن فبالتالي بقدر أعمل إيه؟ لازم أعمل إيه؟ تحويل حلو طب تعالوا نشوفها مع بعضينا كده تحولات الكتلة بكل بساطة أنا عندي الكتلة يا إما بأكبر حاجة خالص الطن يئمة كيلو جرام الأصغر منها يئمة الجرام يئمة الملي جرام حلو جدا كده طب أنا هقول له عايزة أحاوله إيه؟ لكيلو جرام طب لو من طن لكيلو جرام بضرب في كام فعشر قصة ثلاثة طب لو من جرام لكيلو جرام فعشر قصة كام سالب سول سالب ثلاثة طب سالب ثلاثة يا مستر ليه سالب؟ إن أنا أحافظ قاعدة وحفظها دايما في بالك لو بحول من كبير لصغير القص موجب لكن من صغير لكبير القص إيه؟ سالب برافو عليك أنا أحافظك عارف قاعدة كويس جدا عشان كده من الطن لكيلو جرام من صغير سوري من كبير لصغير القص بقى إيه؟ موجب لكن من الجرام لكيلو جرام من صغير لكبير القص إيه؟ سالب طب لو من عند داي مستر ملي جرام ملي جرام أنت تمشى بالترتيب لو أنت مش عارف التحويل المباشرة على طول من الملي جرام للجرام 10 أسالب 3 ومن الجرام للكيلو جرام 10 أسالب 3 طب من الميلي جرام للكيلو جرام على طول بجمع الأسين فيدينا 10 أسالب كان بقى 10 أسالب 6 دي التحولات اللي ممكن تجيلك في الكتلة وممكن يغير معك طبعا اللي بيقوله بيكون على الكتلة وعلى ايه وعلى حاجة حد هنا في اي مشكلة يا رب ان شاء الله ما يكونش في مشاكل خالص طيب ده اول قانون عندي ودي الأفكار اللي ممكن تيجي علي طيب طبعا مسحت بس ان شاء الله بإذن الحاجة دي كلها هتنزل في صورة صور ملزمة اللي بتلخص فيها كل الكلام دي كل طيب تاني حاجة عندي بقى من خصائص السوائل أو المواقع بالأخص الساكنة الضغط مين فينا أصلا تكسمك كل أغلب مواقع إحنا ستفستاني بيحس بالضغط طب الضغط اللي بينشأ فينا دوت بينشأ نتيجة ايه في قوة خارجية مؤسرة علينا صح؟ ولكن مثلا انت عايز في بيبقى ايه بالوقت يقعد في البيت بتذاكر القوة اللي مؤسرة عليك في البيت شب شب ماما صح كده عشان تود تذاكر فالضغط ده بيجي عن نتيجة عن ايه؟ عن القوة اللي ضغطة عليك صح؟ ده نفس الضغط اللي بيقى على المواقع الضغط بتاع المواقع برضو نفس الكلام ان هي القوة المؤسرة على الجسم على وحية المساحات عشان كده بقوله ان الضغط بيساوي F اللي هي القوة حلوة جدا كده وإيه اللي هي المساحة لان انا خلي بالك الضغط اللي وقع عليك غير اللي وقع عليك غير اللي وقع على مربع مثلا غير اللي وقع على مستطيل وهكذا لكل مساحة معينة ضغط معين تمام؟ طيب وقدم جدا ساعة الضغط وجبنا قانون للضغط لازم انت ماء زي شطر كده تبقى عارف ان انا هعمل برضو ايه؟ علاقات علاقات دي من القانون الرياضي علاقة بين ال F وبين ال B علاقة ايه؟ الاتنين فيين في البصد يوقع طبيعي لها علاقة تكون ايه؟ علاقة ترضية بهذا الشكل طبعا عترجع تجيب الميل زي جدنا في اول رأسنا بالزبط طيب تاني حاجة العلاقة بين ال B وال A علاقة ايه؟ علاقة عكسية طب يا مستر انا عايدة في هم الكلام ده بشكل عام اقولك هو كلما القوة اللي عليك زادت كلما الضغط النفس اللي عليك ايه؟ زاد ونركز اول كلمة الضغط النفس دي لان في حلقة مهمة جدا 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 لطلاب الصف في الثلاث السنة والأخص ولطلاب السنة عموما طيب وانا نرجع تاني كلمنا ان كلما القوة اللي عليك زادت كلما المزاكرة العقيق زادت كلما الضغط اللي عليك ايه؟ زاد عشان كابينهم علاقة ايه؟ طردية طيب حلو جدا طب كلما مثلا ولايكم ايه قد نحط المساحة من انا مثلا مثلا بفرد مثلا عجينة حلو جدا كده حت قرصة كده بناجينة بقى بنسبة رمضان بنسبة العيد كله سنطا يمين اللي جاي قرب عيان ان شاء الله بإذن الله فبنفرد عليكم مثلا العجينة دي كلما المساحة زادت كلما المساحة زادت القوة حصل صرق الضغط اللي عليها حصل فيه قال لي طبعا ان المساحتها اصبحت قليلة غير انه لما بضغط على مساحة كبيرة بيبقى عايز عليكم مثلا القرصة بفردها تمام؟ او عجينة القرصة بفردها مثلا او عجينة مثلا الفوزير بفردها فلما بيكون قطلة على بعضها الضغط اللي واقع عليها بيكون كبير لكن لما بيكون رؤيئة الضغط اللي هي بيكون ايه؟ قليل صراحة جدا كده رؤيئة دي يعني المساحة تحت حصل فيها ايه؟ زادت عشان كده بيقول لي فيها علاقة عكسية ما بين الضغط وما بين المساح ياريت يكون المساحة امثلة البسطة جدا كده واستطلق وفهمت طيب يبقى كلما القوة زادت كلما الضغط بربو عليك زاد وكلما القوة قلت الضغط قل طيب كلما المساحة زادت كلما المساحة زادت الضغط يقل طيب كلما الضغط يقل ايه اللي حصل للمساحة؟ طيب يا مصر هو مين بيقصر في مين؟ ده كلام عالي بقى شوي الاكتر قوة اللي بيقصر هو الضغط طيب جدا كده؟ طيب ركز معيه ثانيا تحنيح كويس جدا 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 عشان تيجي تلي جدا في اختر الكنام دوات انا سعب بلعب معك موضوع العلاقات دوات بقوانين زي مثلا اقول حضرتك مثلا القوة زادت للضعف تمام؟ ايه اللي يحصل للضغط؟ الضغط هاتي طبعا الايه؟ للضعف وهكذا طيب مفروب بقى انا حقيقة تانية بعد ان خلصنا موضوع الضغط هنخش بحاجة مهمة تانية جدا حاجة اسمها الضغط الجوي اللي هو بيأثر على حاجتين مهمين جدا عندك حاجة اسمها الاواني المسطرقة ايه اللي هو المسطرقة ديت؟ اواني يعتبر ما اهم ما يميزها ان هي باشكال مختلفة بس الضغط عندها كله متساوي تمام جدا كده بشكل عام طيب طيب اللي بيأتع ضغطة تاعة الاواني المسطرقة ده او نقطة زي بيقوله كده ان فيه سائل موضوع في مكان فانا عايز اجيبه الضغطة عنده نقطة في بطن سائل اللي بيقوله عليه بيجيبه ازاي عن طريق قاون رو جي اتش ايرو كسفت المد اي جي عجلة الجاذبية اللي هو رقم ثابت اتش اللي ارتفاع الارتفاع دوت اللي بيجيبه عنده طيب يا مستر فيه حاجة لاتي ان نحطها في الاعتبار حاجة اسمها الضغط الجوي لاننا كلنا متعرضين للضغط الجوي فطبيقية الاواني دي وهي مفتوحة فهركزت معايا قوي عشان لو اواني مفتوحة يبتعرض لإيه ضغط الجوي بقى الضغط الكلي هيبقى عبارة عن الرو جي اتش زائد الضغط الجوي اللي عليه اللي هو البي ايه طب لو مغلقة هيبقى البي بتاعته الكلية هي رو جي اتش فقط ركز اوه في النقط دي عشان دي بجيلك في الامدعان طيب هو البي اي دوت مش لوح دات قال لي اه الضغط الجوي ده اهم حاجة من اس بيها هي الاتوم اتموسفير يعني طب الاتموسفير دوت فيه تحولات لي ممكن نلعب معايا فيها اه وركز اوه في التحولات دي عشان مهمة جدا 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 فيه حاجة اسمها البسكال البسكال ده بيكافئ واحد واحد علامة زير وواحد تلاتاشر يعني واحد وثلاتاشر من الف تمام جدا كده او بنحفظها كده سريعة مع بعضينا واحد علامة بوينت وان سري تمام فعشر قص خمسة بوحدة الايه نيوتن لكل متى مربع طيب لو عايزة حولها البار البار بيكافئ واحد وثلاتاشر من الف هاي ده حول من بار لبسكال بضرب في عشر قص خمسة طيب من بسكال لبار عشر قص سالب خمسة اخر حاجة بنتكلم فيها حاجة اسمها جهاز المانومتر المانومتر دوت جهاز المفروض بيستخدم لحبس الغازات طيب لو انا بتكلم في نقطة مسلا على الجنب اليمين هنا الاتش هنا بستعمل القانون ده البيت كلية بي ايه زائد روجي اتش طيب لو بتكلم من ناحية هنا الشمال ارتفع سائل هنا فبي ايه ناقص روجي اتش طبعا قاسف جدا للحلقة مش اخدوا القتال كافي فبإذن الله هناخد أسئلكو بإضافة لأمثال محلولون ان شاء الله بإذن الله على بيتش في عدة الفيسبوك تمام يا رب بكون لخصت منهك في كم دقيقة كده لكل طلابي شكرا جدا لكم ساعدت جدا بكم وبشكر الطالبة الصراق فراج اللي عملت ملخص ممتاز للصف الثاني السنوي طالبة مشرفة هتشوفوا صورة الملخص بتاعها على الشهد الوقت وجهة مشرفة لطلاب الصف الثاني السنوي ملخص جميل شكرا جدا يا أصراق فراج بتمنى لك كل خير وعارفك هتوصي لحلمك إن شاء الله بإذن الله استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الخميس وبوع بوع الثاني العامة شكرا جدا لكم ونسيبكم مع زميلي اللي بعد أستاذ أحمد خالد